والحقيقة ان الجيش الروسي في التقدم كبير قوي وبيعلن النهاردة كده واضح من اللافتة اللي امام حضراتكم دي عن نيته للسيطرة على كيف ودي وهو بيرفع لافتة امامكم اهو وبيعلن على سيطرته على بدينة سيليدوفو اللي هي قلت لحضراتكم عليها مبارح وهي المدينة المليانة معادن سلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم يارب تكونوا بخير شهر اكتوبر الحقيقة كان فيك الكثير والكثير من الاحداث الكبرى بشكل غير عادي يعني لدرجة اننا شخصيا من الاحداث تقريبا كان فترة النوم بسيطة من كتر الاحداث متصارع وراح يقوم في رصة الليل يشوف الدنيا عاملة ازاي برضو في الحرب الروسية الاوكرانية لارضة في الحرب الروسية حصلت احداث كتيرة جدا بس ها مش جاية اقول لحضراتكم ملخص الاحداث اللي حصلت انا عايز اقول لكم اخر اربعة وعشرين ساعة او اللي هو من اخر فيديو تعرض لحد اللحظة اللي حضراتكم بتشوفوا فيها الفيديو جديد ده ايه اخر المستجدات في الحرب دي لانها سريعة وساخنة جدا اول حاجة خلينا نقول ان روسيا النهاردة حسب روسيا اليوم اهو وهم بيعللوا عن انهم حيدوا الفين متين وتلاتين جندي اوكراني يعني دولة الاجمالي في خلال بس اللي 24 ساعة الاخيرة تم تحييد الفين متين وتلاتين جندي اوكراني غير ان احنا قلنا ان روسيا مبارح كانت حرارة البلدة اللي هي سيليدوفو النهاردة روسيا اعلنت عن تحريرها لبلدة جديدة انا بصراحة عدت فترة عشان احفظها او افتكرها اسمها ياسيانا بوليانا واول ما قررتها قلت ياسيانا هاتي التفاحية فهي ياسيانا بوليانا دي اخر بلدة في قليم الدنباس الاوكراني اللي روسيا اخدتها علشان بودي يكل التفاحية ويفتكر ياسيانا فالمهم ده كده تقدم كبير التقدم والتاني عندنا اللي الغرب نفسه والاوكراني بيتكلموا عنه واو الهجمات اللي بتحصل على خاركيه مبارح اوكرانيا اعلنت ان روسيا هجمت بمجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة والسواريخ الموجهة يعني اوكرانيا قالت ان روسيا هجمت علينا بسواريخ موجهة واحنا اسقطنا عدد صاروخين وسبعتاشر طائرة مسيرة من اجمالي تلاتة واربعين طائرة وحتى طلع امبارح زيليانسكي وقال في النشرة بتاعته اللي على تيليجرون كالعادة قال حضراتكم انتو يا اوروبيين كل ما قراراتكم بتتأخر فاحنا هنفضل نضرب اكتر وكأن هو قبل كده قال احنا عايزين الباتريوت طوما انت عندك الباتريوت عملت بيه ايه لا هو النهاردة برضو بيطلع بيتكلم علشان عايز ضرب العنق الروسي ما عندوش حاجة غير ضرب العنق الروسي بايدن جيه بايدن ماشي انتخابات امريكية ما بيتكلمش غير في ضرب العنق الروسي طيب علشان ما طولش على حضراتكم ده بقى بقول لكم كده الاخبار السريعة دي ليه لان احنا عندنا في نيويورك تايمز النهاردة وهي الاكثر الصحف برضو اللي دايما بتتكلم عن الحرب الروسية الاوكرانية ودايما هي عارفين انتو في صف مين النهاردة بتقول هو ليه روسيا في الشهر الاخير ده بالذات عملت التقدم الغير عادي ده يعني روسيا كلهم مستغربين بيتكلموا على ان روسيا في خلال شهر اكتوبر بس قدرت انها تستحوز على مية وستين ميل مربع يعني تقريبا حضراتكم حوالي ما يزيد بسيط او حوالي ميتين وخمسين كيلو متر مربع روسيا استحوزتها في اوكرانيا بس في شهر اكتوبر وقدرت ان روسيا تستحوز على بلدات زي فوجليدار زي سيلدوف والعين على بيكروفيسك والبلدات زي فوجليدار دي كانت مؤثرة ومحورية وبيقولوا ان بيكروفيسك كمان الرابط وهنا بيتكلموا وبيحللوا هي اللي الروس عمالين بيتقدموا قالك ان الموضوع ده راجع لأكتر من حاجة الكلام ده طبقا للعسكريين اللي موجودين في البنتاجون والمحللين السياسيين بيشوفوا الكراءات والمشهد بتاع التقدم الروسي زي ما حضراتكم شايفين كده مدى التقدم الروسي عندنا قالك ده بقى بيرجع عندنا لأكتر من سبب السبب الاولاني اسلوب وتكتيك القوات الروسية روسيا بتستخدم اسلوب وهو الضغط بشكل غير عادي والمتزايد والمتلاحق على القوات الاوكرانية بمعنى ان روسيا بتدفع مثلا بلواء من الجنود ومعاهم ميكانيكا مضرعة بعد كده بيدخل لواء تاني بيدخل واللواء اللي هو كان موجود بيبدأ يعمل عملية كماشة ويدخل موجة تالتة قالك ان روسيا بتستخدم كم كبير من الجنود ومن الجيش وعندهم معدات عسكرية ما بتخلصي فده بيخلي الجيش الاوكراني مهما يكون بيضعف هيواجه ايه ولا ايه فبيضطر الجنود الاوكران ان هما ينسحبوا وقالك الحاجة التانية وهي التكتيك برضو بتاع الروس الروس بيستخدموا تكتيك ان هما بيعملوا حصار غير عادي على اي مدينة بيدخلوها غير الضرب اللي بيدخل برضو الحصار الغير العادي الحاجة التالتة وهو ضعف امكانيات الجنود الاوكران وهنا عابوا على الخطة بتاعة كورسك قالوا ان اوكرانيا دفعت بمعظم الجنود والجيش المضرب منهم اللي هما متضربين بقى كويس قوي قالك واندوم على الكورسك وقال دي الروسيا هي مخلياهم فرحانين في كورسك وهم شنغالين داخلين كأنه صبح حاجة غريبة انا ما شفتش بصراحة تكتيك عسكري بس ده حنقول ايه ده تكتيك زيليانسكي هو ده تكتيك العليو دي اللي هو عاوز بقى يعمل لك الغبار واخبار قلتلكم عاملي كده ان هو يحب المشهد ده اللي هو البطل زيليانسكي ماشي وبوتين بقى بوناراه بيصرخ والجحيم والنار بقى وزيليانسكي الهوى بيجي على واخدين بالكم بالتصوير البطيق واحدة بقى فالنهاردة ده تكتيك اللي زيليانسكي عامله ان هو واندخيرة الجنود بتوعه وكوان بتاعته في حتة في روسيا في كورسك وهو عمال بيحتل في الاراضي بتاعته والله الكلام اللي اقول لحضراتكم بغض النظر عن موضوع اليوديو زيليانسكي ده الكلام اللي موجود في تحليل نيويورك تايمز النهاردة والحاجة الرابعة ان روسيا مبقت مركزة قوي على تأمين الطرق والامداد اللوجستية بتاعتها كانت الاول روسيا عندها نوقة ضعف في تأمين طرق الامداد بحيز يعني ايه هبقى استطالكم يعني المفروض ان القوات الروسية لها قوات متقدمة في اوكرانيا فالقوات المتقدمة دي بتبقى محتاجة زخيرة محتاجة اكل محتاجة شرب فبيبقى فيه طرق بتنقل منها من الاماكن بتاعت روسيا تروح لقوات اللي هناك دي الاماكن دي كانت الاول اوكرانيا بتاخد بالها منها وبتضرباها فبالتالي ما بيحصلش امداد فبتضعف الزخيرة عند قوات الروسية المتقدمة داخل العمق الاوكراني فبيستغل الاوكراني النقطة دي فيضربوا عليهم هما كمان لكن النهاردة روسيا ما بقيتش بتغفل للموضوع ده وقال لك ان النقطة الخمسة والمهمة استخدام القنابل الموجهة الروسية وروسيا من ساعة ما بتدت تستخدم فاب تلاف وفاب الفين وفاب خمس القنابل الموجهة دي بتدمر التحصينات الاوكرانية مهما يكون الوضع فالنهاردة ده نبقي لنا ان الغرب نفسهم شايفين الوضع خطير قد ايه وده اللي بينقلنا عندنا في المقال اللي امامكم ده في الجارديان في الجارديان عندنا اتكلموا على حاجتين مهمين قوي الحاجة الاولانية هو اللقاء اللي كان ما بين وزير الدفاع الامريكي اوستن ونظير الكوري الجنوبي واضح قوي انهم قاعدوا يتبحثوا الكلام بتاع كوريا الشمالية وجنودها جدير بالذكر ان واشنطن اعلنت رسميا ان عدد الكوات الكورية الشمالية اللي بقت موجودة في روسيا واللي خلاص دخل على الجابها عشر تلاف جندي وقال لك بقى وزير الدفاع الروس الامريكي حاجة اول مرة احس انه هو انفعل قوي قال على فكرة كل الجنود الكوريين الشماليين احنا بندعو كوريا الشمالية فورا انها تسحب الجنود بتاعتها وإلا انهم حيرجعوا في الكياس متعارفين حضراتكم يعني اللي هو الكياس النعوش اللي بتتلاف دا اللي بيقى فيها الجنود فقال لك الكلام ده وفيه حاجة تانية بقى لفت نظرهم كوريا الشمالية عملت تجربة لصاروخ باليستي امبارح او اللي هو النهاردة بتوقيتنا وكانت ناجحة جدا والعامل الازعارين عند الكوريين الجنوبيين ان الاول مرة الصاروخ ده يوصل مداء او ارتفاعه لسبعة تلاف متر او سبعة كيلو بالاضافة انه هو فضل طاير لمدة ساعة ونص وقال لك ان دي لأول مرة تحصل فاهمة النهاردة كوريا الجنوبية حطى ايديها على قلبها كوريا الشمالية اه شغالة في السواريخ الباليستية بس عمرهم ما عندهم التكنولوجي دي جابوا التكنولوجي دي منين الصاروخ يوضل طاير لمدة ساعة ونص وارتفاعه سبعة كيلو فالتكنولوجي دي هم حاسين ان هم اخدوها من روسيا فهم متخوفين ان الموضوع بتاع جنود الكوريين الشماليين يخلوا روسيا تدي تكنولوجي عسكرية لكوريا الشمالية بشكل اكبر بشكل انهم ما كانوش عاوزين الموضوع دي يتفتح عليهم والموضوع دي يأثر على حربهم مع كوريا الجنوبية ولكن كوريا الجنوبية برضو قالت احنا لازلنا لحد اللحظة دي متعاهدين بالتزاماتنا وهي ان اي دولة متحاربة ما بندلهاش سلاح خالص بس الحقيقة الكلام ده غير صحيح يعني كوريا الجنوبية من ضمن تعاهداتها بتقول لو في اي دولتين متحاربتين احنا من ضمن البروتوكول بتاعنا ان احنا ما بنوديش اسلحة الى دولة منهم ولكن احنا ما شفناش ده على ارض الواقع امريكا وكوريا الجنوبية عملوا التفاف ما اللحصل ان كانت قبل وتفتكروا اوكرانيا ما عندهاش قذائف المدفعية المية خمسة وخمسين ملي وكوريا الجنوبية عندها مخزوم كبير فامريكا قالت لها ايه بعيلي الزخائر دي وراحت كوريا الجنوبية بيعاها لامريكا وبدل ما لسفن وتروح على امريكا هالامريكا تعمل بها ايه راح تميوديها يا سلام يعني والنبي احنا بنلعب سلطح مع بعض اللي هو بص لا ده مش انا اللي ضرب بص بايدن هو اللي ضرب يعني ما علينا عموما حضراتكم ده يعتبر تصعيد كبير قوي وعندنا بايدن طلع طبعا بالنتيجة كل الضغوط دي تقالك بقى بص كوريا الشمالية طالما هي دخلت في الحرب فمن حق دلوقتي اوكرانيا انها تفعل ما تشاء مع الكوات دولت وهم اصبحوا مستهدفين ولازم ان هي اوكرانيا تضربهم وطبعا ما نسيش ان هو يقول ان مادام روسيا استخدمت جنود كوريين شماليين فاكيد ان الجيش الروسي وبوتين وضعه في حالة مزرية جدا فعلا فعلا نيويورك تايمز عندك اي لا ان روسيا مستحوزة على 250 كيلو متر مربع في شهر واحد ووضح ان روسيا فعلا في حالة مزرية بمناسبة موضوع بقى بايدن حضراتكم فيه في امريكا يعني اكيد حضراتكم عارفين ولكن ممكن البعض ما يكونش عارف فيه بورتريكو بورتريكو دي شبه جزيرة هي تعتبر من ضن الكاريبي الجزر الايا الكاريبي وبورتريكو الحقيقة هي وضعها غريب قوي هي بورتريكو ما هيش ولاية امريكية ركز معايا كده ولكنها بعد الحرب الامريكية اللي حصلت زمان في سنة 1898 اعلنت امريكا انها ضمت بورتريكو طب هي ولاية لأ هي ليست ولاية ولكن بتتبع الهيمنة والسيطرة الامريكية جميل يعني ايه يعني مواطنينها امريكان اه مواطنينها امريكان بس ما يحقش هناك في بورتريكو انه ينتخب والسنة تورس اللي موجودين بيطلعوا من بورتريكو ويروحوا الكونجرس هما بيروحوا تقدروا تقولوا كده ايه بيشربوا نس كافيه يأكلوا كروسو ولكن منهمش تصويت ما تسألنيش ازاي طب هو انت خلت سينة تورس ليه يعني ايه عشان كده الصورة ويبقوا فرحانين والله ايه زي ما بقول لكم بس يفيستسنى برضو عشان يبقى حقاني ان المواطن اللي في بورتريكو لازم يروح امريكا ويقعد في ولاية ويقعد مثلا بتاع حوالي خمس سنين زي زيها زي مثلا جرين كارد عشان بعد كده يبقى ليه حق التصويت المهم الناس دي منواطنين درجة تانية فامريكا مستخدمة بورتريكو طبعا علشان يبقى لها تواجد عسكري وهكذا يعني مش عشان خاطر سواد عيون البورتريكيين مش عارف انا ايه البورتريكيين دي حسنا بقول الفضائيين المهم جات بورتريكو دي كانت بتتأثر بالاعصير وبالزوابع والكلام ده فوايدن فحملته الانتخابية اللي فاتت ركز معايا كده لان القصة حلوة وجميلة وعد انه هو هيهتم بورتريكو ويسفلت الشوارع ويحط هنا معرفش ايه ويحط هنا معرفش ايه ففين بورتريكو من الكلام ده الاصلاحات اللي وعد بيها بايدن ضعيفة جدا فبيستشهدوا النهار ده ان كامالا هاريس الكلام بتاحها زي وزي بورتريكو فالنهار ده واحد او احد الناس اللي هم الكوميديين طبع حملة ترامب كان يتكلم وطلع وقال انت لو بصيتوا يا جماعة على بورتريكو هتحسوا ان الجزيرة مش عايمة على ميا عايمة على زبالة من كتر العدم الاهتمام بيها فبيدن سمع الكلام ده طلع قدام الناس علانية ما تفهمش بقى ايه اللي عمله بهدي للدنيا خالص رح طلع قال على فكرة الزبالة اللي هو بيتكلموا عليها الجمهوريين هم اتباع ترامب ينهر اسود يعني شتم نص المجتمع الامريكي الدنيا قامت عليه جدا بايدن بصوا تخيلوا انه هو وصف اتباع ترامب انهم اسبالة حسب تعبيره هو مش تعبيري انا والدنيا قامت عليه جدا يعني انت معنى كده ان انت بتقول على نص الشعب بتاعك عامل نفسك رئيس امريكا ونص الشعب بتوصفه بالزبالة حاول طبعا بقى بعدها انه هو يبرر وانه هو يعمل ويقول لا انا مش قصدي ده انا بقول على اللي قال الكلمة ديت ولكن الكلمة لزقت خلاص جين بقى اللي استغل الموضوع وعمل بيقى بقى فيها ترامب ترامب رح جاي ورح لابس لمس بتوع النظافة عمال النظافة ورح ركب عربية كمامة وراكب فيها وبيقول احنا بنحب وبنشجع بتوع الكمامة فشوفوا مدى صراع الحرب او الاشتعال للمنافسة الرئاسية الامريكية ازاي وللعلم اوكرانيا حطى ايديها على قلبها من فوس ترامب لانهما حسين ان ترامب حيقول لزيليانسكي حبيبي انت دورك وقتك انت خلاص عموما حبيت ان انا تناول مع حضراتكم اخر واحدث المستجدات بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة